مؤتمران انتخابيان لكل من الرئيس الأمريكي جو بايدن ومنافس مرشح الحزب الجمهوري المرجح دونالد ترامب في ولاية جورجيا حيث تكتسب الولاية أهمية خاصة لكل منهما استعرض كل من بايدن وترامب الاستراتيجية الخاصة به في هذه الانتخابات حيث ركز ترامب على ما وصفهم بالديمقراطيين المحبطين من بايدن للتصويت للصالحة أما بايدن فشدد على الخطوات التي اتخذها في مجال الهجرة وتأمين الحدود وضيفي من واشنطن الليلة مؤسس شركة زغبي للأبحاث واستطلاعات الرأي جون زغبي سيد زغبي أهلا بك معنا دائما في غرفة الأخبار هذه أول مناسبة انتخابية هذا العام يجتمع فيها المرشحان في ولاية جورجيا برأيكم ما الذي يراهن عليه المرشحان في هذه الولاية؟ طبعا كان الأمر متقاربا جدا فقط أحد عشر ألف صوت فرقوا بين المرشحين جو بايدن سيحاول أن يفوز أو بأن يسترجع هؤلاء السود فهو طبعا بين الديمقراطيين من أصول إفريقية يحاول أن يسترجعهم ويوثلون حوالي 25% من الولاية طبعا الديمقراطيون ربما يحصلون على 90% من أصواتهم ولكن بايدن يحصل فقط على 52% أو 55% من أصوات الأمريكيين الأفارقة لذلك سيعاني إذا لم يصحح الوضع أما ترامب فسيحاول أن يقول ويؤكد بأن الانتخابات في جورجيا سرقت منه في 2020 والرئيس السابق ترامب سيذهب إلى المحكمة أيضا لمحاولته تغيير أو تلاعب بنتيجة التصويت في جورجيا إذن طبعا إنها ولاية مهمة جدا وهي ولاية كبيرة وهناك عدد كبير أو عدد الممثلين هناك كبير لذلك فالولاية مهمة لهما حقيقة الكل بانتظار سيد جون كيف ستبدو الأمور في هذه الولاية لأنه يعد لقاء بايدن وترامب في جورجيا مهما جدا في مشهد يكاد يصف بأنه انتخابات إعادة متأخرة بين المتنافسين مع اشتعال خطاب الانتقادات والاتهامات بينهما وسط أهمية الولاية وعلى الرغم من أنه المرحلة متزال ضمن الانتخابات التمهدية للحزبين الجمهوري والديمقراطي يدرك بايدن وترامب أنه نتائج التصويت بالثاني عشر من مارس قد تعتبر مؤشرا على شعبية كل منهما تعد جورجيا من الولايات المتأرجحة يمتلك فيها الجمهوريون والديمقراطيون نسب دعم متقاربة من قبل الناخبين وتعتبر مهمة عند فرز الأصوات النهائي بانتخابات عام 2020 كما تذكرون فازة جو بايدن بفارق ضئيل جدا على دونالد ترامب في هذه الانتخابات الرئاسية الرئاسية بولاية جورجيا بمعدل 49.47 لبيدن مقابل 49.24 لترامب تحولت بعام 2020 إلى كابوس بالنسبة لترامب إذ بلغت المعركة المحتدمة بين الرجلين حد ادعاء ترامب بوقوع عمليات تزوير تم على إثر إعادة فرز الأصوات في هذه الولاية تحت أنظار مراقبين عن الحزبين بالنظر إلى تأثير ذلك على الصباق نحو البيت الأبيض لكن متوسط نتائج الاستطلاعات الأمريكية يظهر تقدم ترامب على بايدن بست نقاط ونصف النقطة في جورجيا لكن الفارق بين الاثنين بشكل عام ليس بعيدا بتقدم ترامب بـ 1.8% بحسب متوسط نتائج الاستطلاعات عبر الولايات المتحدة الخبراء يؤكدون أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية في كافة محطاتها تعدل أكثر استقطابا بالنظر إلى تقارب حظوظ بايدن و ترامب وشدة التنافس بينهما نتساءل أي سيناريو قد تخفيه جورجيا للرجلين سيد جون من بعد ما وضحنا للمشاهد أهمية هذه الولاية لفتني حديثكم عن أن بايدن يحتاج إلى تصحيح الكثير من الأمور حتى يحافظ على هذه الولاية ما الذي يجب أن يفعله؟ قبل كل شيء هو بدأ طبعا في خطاب حالة الاتحاد أهم شيء مثلا يفكرون فيه فمثلا هل هو متقدم جدا في السن؟ هل يمكن أن يقود الدولة وأيضا يقود الحملة ويخدم لفترة ثانية وثانيا عليه أن يذكر الناخبين وخاصة في جورجيا بأن لديه سجلا من الإنجازات وبأن هناك أموال تنفق في جورجيا وأنه يحاول أن يتعامل مع مشكلة الحدود رغم أن جورجيا طبعا ليست على الحدود مع المكسيك وأمريكا الجنوبية ولكن جورجيا لا تزال تشعر بوطعة الهجرة هناك السيد بايدن طبعا حاول أن يحصل طبعا على مجلس النواب ولكنهم طبعا لم يستطيعوا وبايدن يعاني من مشكلة مع مجلس النواب لأن ترامب يدفع الجمهوريين لمواجهته وتعطيل قوانينه وإذن عليه أن يستهدف خاصة النساء في الريف لأن تلك النسوة دائما كنا يصوتنا مثلا من أجل الديمقراطيين وغيرهم إذا ما نظرنا أيضا إلى ترامب هو اللي يتعرض اليوم لملاحقات قضائية اتهم أيضا بمحاولة قلب نتائج هذه الانتخابات بالعام 2020 هنا نتساءل أيضا إن كان سيؤثر ذلك على تصويت الناخبين في هذه الولاية له نعم يمكن أن يؤثر الأمر عليه سلبيا طبعا يتوقع أن يواجه محاكمة هناك في جورجيا لفعل ذلك وهذا يمكن أن يحدث قبل الانتخابات وهذا يمكن أن يضره بين المستقلين الذين ليسوا وأيضا المعتدلين الجمهوريين والمصويتين أيضا والناخبين في الريف في جورجيا وليس في المدن والذين ليسوا جزءا من قاعدته في الحزب الجمهوري وثانيا يمكن أن يضره الأمر لأنه في مسار توجيه تهابات بتغيير نتيجة الانتخابات فهذا يضر الحاكم الجمهوري وأيضا اللجنة الانتخابية هناك للحزب الجمهوري والمحافظون الجمهوريون الذين شعروا بأن الانتخابات كانت نزيهة ولكن الرئيس السابق قال بأنهم ليسوا نزهة سنتابع كل ذلك بعد أيام قليلة يوم الثلاثاء المقبل شكرا جزيلا لمؤسس شركات زغبي للأبحاث وسط لعاط الرئي جون زغبي حدثنا من واشنطن